بتحبي أكيد عبدالحليم حافظ طبعا مغرم بي عبدالحليم حافظ ده جزء من موافقتك ومشاركتك أولا إغراء كبير جدا عبدالحليم كقيمة فنية أحمد زكي كممثل عظيم وإنه يعرض عليك هذا الفيلم مثل ما قلتي حضرتك عبدالحليم حافظ يلي كل نساء الوطن العربي بيحلموا فيه يلي الناس وقت مات عبدالحليم صارت الستات تزيد حالة مش ببيك طبعا بسمع هذا الشي بس عبدالحليم حافظ أنا بتذكر كنت صغيرة اكتب أغانية وأحفظها وحس أنه عم بيغنيلي فلما نعرض علي فيلم عبدالحليم حس أنه أنا فعلا الحلم حقيقة ممكن عبدالحليم يغنيلي إلي وقت كنت أعمل المشاهد حس أنه معقول أنه هاي الغنية إلي لا كلمية يعني الكواليس كنت بتدخلي تلاقي أصلا أحمد زكي يعني متقمس عظيم طبعا طبعا وعايش وبعدين حكايته شبه العندليب على فكرة هم حتى الوفاة قريبة من بعضهم صحيح فكلميني عن الكواليس بقى دخلت أحمد زكي الكواليس أحمد زكي عن قصة لعبدالحليم محفوظ عبدالرحمن شريف عرفي أسماء مهمة كتير فأنا ضمن مسؤولية كبيرة كتير وحبيبة عبدالحليم المجهولة يعني من أجل حبيبتي من تكون نعم نعم فقصة جميلة الكواليس رائعة جدا كنت كل الوقت شفتي أحمد زكي زي أحمد زكي شفته وقت المؤتمر أول مرة مسك بإيدي طبعا أنا لحد هاللحظة وحتى وقتها كتبت عنها مسكة الإيد كانت كتير فيها هيك دفع فيها احتواء باسني من رأسي وقال لي أنا مبسوط بكي قوي عطاني دفع وعطاني مسؤولية وعطاني فرح وحسيت أنه أنا فعلا في شي وقتها تغير قدامي التاريخ وتغير حياتي بعدها وبتذكر يوم 23-2012 2005 2005 على ما أعتقد صح كنت لابسة ساعة وأنا عم وقع عقد حليم وقفت الساعة شلت الساعة حسيت أنه أنا هلأ صار في زمن آخر حسيت أنت في زمن آخر من وقتها أنا ما لبست ساعة أبدا حسيت أنت مش لابسة ساعة أبدا لا خالص يعني إذن يعني سلاف بطالة تلبس الساعة عندما توقف الزمن مع فيلم العنبلي حسيت في زمن آخر سلاف أخرى سلاف جديدة وهذا اللي دائما أنا محرصة علي لا دائما دائما آه فحسيت في زمن أو في طريق آخر والحمد لله لا شك أنه مصر فتحت لي أبوابه فتحت لي قلبه وانت بتمثلي وأحمد زكي قدامك إنه حليم الإحساس كان إيه أحمد زكي تاريخ أحمد زكي تاريخ والكواليس الأخرى الصعبة اللي كانت يعني أنه الفيلم صنع بظروف صعبة جدا طبعا لأن أنت كان دورك مع حيسن بس أحمد زكي كان موجود دائما في الكواليس صحيح ومرض يعني كان صعب كنا كل يوم نخاف كل يوم نتشوف أنه فيه أوردر ولا لا لا لهيك كل الوقت في خوف صحيح تماما صحيح ترجمة نانسي قنقر